بيقول قال أحد الصوفية الدليل على الشطح حديث أنت عبدي وأنا ربك قال فهذا أخطأ من شدة الفرح لذلك أيضا الشيوخ يشطحون الشطح عند الصوفية عبارة تستخدم للقول المنكر أو الفعل المنكر أو الفاحشة يعني لو لقيت شيخ بيتفحش فاحشة أنت ما تسألوا تقول لو لي أبو الشيخ يأخذ كده ما غلط أوع كتاب بتاع الصوفية اسمه سراج السالكين قال بواد بدر البدر ده بجاي قريب قال وإذا رأيت منهم من تعدى وناح وفعل أفعال القباح ولو أنه يأتي إلى البهائم ويقول إرادته النكاح قال فربما حصل للنخل اللقاح مشوفت الكلام ده كيف يعني كان لقيت لك شيخ بتاع طريقة مع باهيمة يعني مع باهيمة تقال بعمل شو ما أنتوا عارفين مع باهيمة قال تسكوسواي قال بيكون بلجح له في نخلة كده وبالتامو ده وناي وبركاوي يا ذول دي باهيمة أتدخل اللقاح هنا شنو؟ لكن قال لك ما تسألهم تسكت ساي في كتاب النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية قال ورأى تلميذ شيخا التلميذ شاف الشيخ بتاعه قال ذات يوم وقد فسغ بإمرأة شافوا معه مرأة عديل يعني قال التلميذ ده ما تغير مع الشيخ ولا فات شال شمطته فات أهله وليه حاجة قاعد مع الشيخ الشيخ استغرب من المسألة دي قال له انت رأيتني اليوم داك حين فسقت بتلك المرأة قال له ولم أرك تتغير في صحبتك انت ما تغيرت في صحبتك معي أنا بحكي لك في كلام يا أخوانا دي كتب بتعبادبا صوفية الليلة دي كتب بتاع الدين انت قال دي روايات بتاع السبستون دي كتب دين دين عند الصوفية فيه انت كلامي دا فقال قال له انت ما تغيرت معي ليه قال له انت يا شيخ لأنك عارف بالسلوك سلوك يا تودا ومع المرأة تاني في سلوك قال له انت عالم بالسلوك وقال له أنا شفتك انت عملت كده لكن أنا عارف انك تماما عصوم وكده الشيخ قال له قال له هكذا ايو قال له دا الشغل صح كده انت تقعد مع الشيخ لو عمل غلط تكون قاعد قال له فرق دري اصل له للمسألة يعني لو الشيخ قال لنا جلت دا به وسكت على كدي والتلميز مشاء له قال له ممكن نقول خلاص في مواطأة في الغلط ديناتهم وكده ما في مشكلة لحد هنا ما غلطانين حرامة دا حرام دا شافوا قال له هدبه ودك شافوا وقائد معه ما دا حرام قال له المشكلة في الكلام الجاي قال له فرق دا ري فرق له بين معصية الولي ومعصية الفاسق قال له طبعا فيه في نوعين في نوع ولي صالح بتلقم عمره وفي واحد صعلوق بتلقم عمره الصعلوق داك حرام عليه أما قال له الشيخ قال له أما أما معصية الولي قال فيطلع عليها كشفا وإلهاما يعني بعين في اللوحة المحفوظ يا بليد ومحفوظ كيف كان بتعين له انت قال بعين لللوحة المحفوظ بيشوف كده بلقى ان الشيخ الطريقة الفلانية يوم ستاشر تمانية الفين وسبعتاشر بيزني بفلانة قال بالطلع عليها في اللوحة المحفوظ قال فيفعلها طاعة لله يعني بعد ذلك لما نيجي يقل أدبه بيعملها تنفيذا لأمر الله لأنه رب ركتب في اللوحة المحفوظ وهو دار يطبق الحاجة في اللوحة المحفوظ انت أصبت بتؤمن بي دين زي دا انت بتؤمن بي دين زي دا هذا مش كلام فارغ عشان كده دا ما يسمى بالشطح عند الصوفية الشطح كونك تخالف الكتاب والسنة عند الصوفية وبعد ذاك ما يسألوك خلوك كده يقول لك لو لا تعترض فتنطرد على أي حال أما ده هنا الدليل للستدلبيه ده ما دليل على انك تتعمد الخطأ سوف ما في زول في الشريعة الإسلامية عنده الحق يتعمد الخطأ ويرتكب الجرائم ما عندك حد لا ولي ولا غير ولي ولا لو انت بلغت خد بالك دارية بتاع الصحابي مش ولي صحيح أرفع درجات الأولياء بعد الأنبياء الصحابة لو دارية الصحابي ما بجوز لك تتعمد مخالفة الشريعة ما بجوز والدليل على ذلك ما نقله الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية والشرح لها لابن عب العز قصة صحابي جليل اسمه قدامى ابن مصعون الجمحي صحابي شهد بدرا وشهد أوحدا شفت الكلام ده كيف ده شهد بدر انت أحمد تجاني شهد بدر أحمد تجاني البطع شهد وين ده الماء شهد وين شهد محلات الشرك والحوز بس في انت كلامي ده صحابي ممن شهد بدرا وشهد أوحدا كويس هذا الصحابي الجليل شرب الخمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب الخمر خد بالك شامات أي واحد بعد شوية الصوفية جيقول لك لا لا طبعا ده ول صالح وما تسألو اعمل الدائرة وما تسألو تعيشوا في الصحابة تعاملوا مع الأمر ده كيف جابوا وهو مزوج أخد عمر بن خطاب رضي الله عنه مزوج أخته عمر بن خطاب ده كان الحاكم أمير المؤمنين فأتى به ومعه علي بن أبي طالب قال واحد من اثنين إما أن يكر بحرمة الخمر يقول الخمر دي حرام قال فيجلد حد الخمر الجلد قال وإما أن يستحل الخمر فيقتل شوف الشريعة كيف ده الصحابة كمان در تقول لي في كلام هنا صحابة واحد من التايد تقول لي ولي صالح قال خليل الرومي ده بتاع طبقات وضيف الله خليل الرومي قال من كراماته بصفه ليه المريسة بيشربها ما صفها يا كمان ظريفة كده يصفها ويكبها يشرب هو الجماعة معاه ده قال من كراماته شوف الصحابة جابه ناقشوه انت بطرى الخمر دي حرام ولا حلال أول حاجة بطرى حرام ولا حلال لو قدت حرام اعترفت بحرمته تنجلد الحد ولو قدت حلال يقتلوه لأنه استحلال للخمر فلما نوقش عنده تأويل لآية وطبعا صحابي ما ما باستحيل المحرمات ده هواه لكن تأول آية تأول بفهم معين قال قال الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم التقوا وآمنوا ثم التقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فيما الآية الصحابي ده فيما شنو إنه ليس على الذين آمنوا قال أنا آمنت وعملت الصالحات وشهد بدرا وشهد وحدا فهم من الآية إنه ليس عليهم جناح فيما طعموا يعني بعد ده لو شربوا خمرة ولا كده قال ما عليهم حاجة فيهم من الآية كده طوال الصحابة ناقشوا قال له ابن عباس كلم معه ناقش ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال له هذا فيما مضى قال له ده ما أسى ما تشرب لك الدام ده للناس الشربوا زمان زمان وتعبوا منها كده قبل التحريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يعني في الزمان الصحابة طوالي سألوا قداما قال له أسمعت ذلك من رسول الله قال له نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني أقر بحرمة الخمر تاب منا طوالي عمر الخطاب قال يجلت حد الخمر بعد ما أغرب حرمته وتاب قال يجلت حد الخمر قال له لعمر بن الخطاب قال له الرجل مريض وسيموت قال لي أن يموت تحت الصياد أحب إلى عمر من أن يموت على المعصية وده مزوجته تجاسد قل لي ولي صالح خلوه ساي خلوه كام الله هذيك يجل يشرب مريضة يقول لك ما تسالوه داكسي الدين ما يسالوه واحد صاب بدين جو أجاء الكتاب بتاع هنا دا قال له أشهد اللا إله لكم إلا إبليس دا سب دين ولا ما سب دين الساب إلهنا إبليس في إمتى فده كل كلام فارغ ما في حاجة يسميها شطحي بيط ما في كلام زي دا إلا إذا كان إنسان قال له كلمة وهو لا يعي بها دا 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 فعم الحديث إنك أنت تقول لك كلمة أنت ما واعي بها الرجل اللي قال اللهم أنت عفدي وأنا ربك ما كان واعي بهذه الكلمة شاكد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفر مرأي من الشريعة قال أخطأ أخطأ لأنه قال لك كلمة هما دار يقوله هدار يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال قلبه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح وبالتالي العلماء كابنتين يا رحيم الله تعالى في الفتاوى فرق بين من قال كلمة وهو لا يقصدها لاحظ القصد مهم القصد النساء قد يقول كلمة وهو لا يقصد في الحالة دي ما يكفر لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يعني الزول لو قال لك كلمة فلتت منه كده وما قصده ده ما بكم كافر بخلاف الزول اللي بيقعد بمزاج وبيكتب الكفر شكده ابن تيم يا قال في فرق بين بين بعض الجماعة الزماني انتسبوا للتصوف القدام وقالوا كلمات هي في النهاية حسبت عليهم لكن قالوا وهم فقدين الوعي قال فرق بينهم وبين الجماعة زي الحلاج الحلاج ده كان بيكتب الكتب زي جمعتك اللاسي دي اكتب كتاب ما عقلتها تقول لي أخطأ من شدة الفرح وكتب كتاب أخطأ كيف يعني الأخطأ ده يا أخوانا زول بيكون قال لك كلمة هما قاصدة أثناء الكلام كده فلتت منه كلمة هما قاصدة لكن زول جاب ورقة وقالهم وقعد لما زاك تخيل معاي ورقة وقالهم بيكتب دي تقول لي ده أخطأ من شدة الفرح طيب قول ده أخطأ الطبع الكتاب برضو أخطأ والمعدة بيتنشر في الكتاب برضو أخطأ والجماعة الفقر فيه نظمها قصايد في جماعة بيجيبون لك باسداريات بيجو دال بنظمو لك قصايد وبيغنو بيها الليل برد يا ناسه دال برضو أخطأ من شدة الفرح ها الكباشي القيدو في شبلو برضو دي له اخطأه من شدة الفرح. شد. مطبعات دي ومع ذا الخرطوم. اخطأت من شدة الفرح. ما في اعتزار ده اعتزار اغضى من الزنب ذاته. واقبح من الزنب. ما في حاجة ما يخطأ من شدة الفرح. دي تدعباد ليه بالكلام اللي انت قاله. في انت? الكلام اللي قاله ده ما دعباد بقى انت? تقول زول غلطان والكلام والكتب دي كلها يحرقوها. اول حاجة انت لو قلتها مش غلط? مش. انتم معترفين ان الكتب الصوفية دي غلط? والفيادة دوها. يعني من باب الحديثة. اخطأ مش ده الفرح. اول حاجة احرقوا الكتب دي كلها. ما خطأ? الكتب دين ولا خطأ? مش انت معترف انه اخطأ? اخطأ مش? احرق الكتب دي اول حاجة. ما ده اتفاصح معي يا صوف تقول اي لا لا. وده شطح. شطح جايب لنا ما لك? لا الشطح ده دين ولا خلافة دين? ما دار عارف انا. معلومة واحدة بس. الشطح ده ذاته بتاعك ده. دين ولا ما دين? حاجة اقول لك لا ما دين يا اخ. ما ده غلط فيه? طيب غلط جايب ولاي ما لك انت? كاتب ولاي في كتاب ما لك? مؤلف وبايع في السوق ما لك انت بليد? غلط يا اخا حرقوا. شير العفن كله. نموا في شوال في امتة? ادعو بعيطي لاك حرقوه. اقولوا الكتب دي كلها معالج بس شوخنا دي لاخطأ ومشيطة الفرح. لكن ما في ذو الاجراءة وما لا في ذو اللي اتعبت بها. لكن ده صددينة قالت بتتعبت بها ولا الله. في امتة? وتقرأ وكده. فممكن تقول لي ده من باب الشطح ما في شطح زي ده. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.